مدينة الشمس او المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس مشروع بين مصر وروسيا بدأ من سنة 2018 المشروع ده امت مليارات الدولارات وها يعمل على تحويل محور قناة السويس لمركز صناع عملاق يوصل صناعات الروسية للأسواء الافريقية والشرق الأوسط يطرى اي حكاية المشروع ده؟ بل هنعرفه هنا في خمسة بالعربي مدينة الشمس مشروع بيتخطط له انه يكون مركز صناعي كبير لشركات الروسية وده معناه انه هيسمح لروسيا بانها تنشئ مصانع على ارض مصر وتستفيد من المعقع المميز لقناة السويس للوصول الاسواء الافريقية والشرق اوسطية بكل سهولة ايه فكرة مشروع مدينة الشمس؟ الفكرة البساطة ان روسيا كانت عايزة تعمل قعدة صناعية بر اراضيها ولو ان افضل مكان هو جنب قناة السويس اللي بتمر منها حوالي 20% من التجارة البحرية العالمية المشروع ده متوقع انه يجيب استثمارات بحوالي 7 مليار دولار على مدار 50 سنة وده معناه انه هيبقى فيه مصارع للصناعات الثقيلة زي السيارات والصناعات المعدنية والبتروكيمويات علشان تصدر منتجتها للسوق القريب طيب ايه التحديات اللي وجهت المشروع ده؟ المشروع ده كان حلم كبير لمصر في البداية وامانه كانت عالية لحد ما جات سنة 2022 وروسيا دخلت في ازمة مع اوكرانيا والدنيا ما بقيتش زي الاول والغرب فرض عقوبات قوية على روسيا وده اثر بشكل مباشر على المشاريع الاقتصادية الكبيرة زي مشروع مدينة الشمس العقوبات دي كانت تعني ان التمويل بقى اصعب وان النقل التكنولوجيا اللازمة بقى فيه مشاكل كتير وبعض البنوك الروسية تراجعت عن التمويل ومصر كانت خايفة تتورط في مشروع كبير زي ده وتتعرض لضغوط دولية علشان يقدروا يكملوا المشروع مصر وروسيا قرروا يعدلوا الاتفاقية ويلاءوا حل للتحديات اللي وجهتهم الحل كان في انهم غيروا الطرف المنفذ للمشروع البنك حكومي روسي اسمه بي اي بي البنك ده ما كانش محطوط تحت العقوبات بنفس القدر اللي بقى البنوك الروسية الكبيرة كانت محطوطة فيه وده معناه انه عنده فرصة يمول المشروع ويمشي العمليات المالية من غير ما يواجه مشاكل كبيرة زي البنوك التانية طيب ليه المشروع ده مهم لروسيا ومصر روسيا شايفة انه مشروع مدينة الشمس فرصة استراتيجية لتعويض بعض الخسائر اللي حصلت بسبب العقوبات وكمان ده بيديها فرصة للوجود بشكل اكبر في المنطقة وتحديدا في السوق الافريقي والشرق الاوسط اما من ناحية مصر المشروع ده مهم لانه بيقوي دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وده بيجذب استثمارات دولية جديدة غير كده المشروع ده هيخلق فرص عمل جديدة ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بس لسه برضو العقبات موجودة رغم التعديلات والتطويرات اللي حصلت الا ان المشروع لسه قدامه تحديات كبيرة لان العقوبات الغربية ممكن تتوسع وتشمل بنك في اي بي نفسه وساعتها تبى الامور صعبة تاني كمان روسيا محتاجة توفر التمويل والتكنولوجيا لانشاء المصانع وتطوير البنية التحتية ودي مشكلة كبيرة خصوصا ان الشركات الغربية مش هتبيع لروسيا المعدات والتكنولوجيا بسهولة بسبب العقوبات هل مشروع مدينة الشمس هينجح؟ طبعا النقطة اللي هتحدد نجاح المشروع ده هو التطورات الجيوسياسية في المستقبل يعني روسيا ومصر عندهم رغبة قوية انهم يكملوا المشروع ده لكن لازم يلاقوا حلول التحديات اللي قدامهم وفي الاخر مدينة الشمس ممكن تكون بداية جديدة لاستثمار الروسي في مصر وممكن المشروع يحقق استفادة للطرفين ويغير شكل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لكن النجاح مرتبط بقدرتهم على التغلب على العقوبات والنشاكل اللي بتظهر في الساحة الدولية مشروع مدينة الشمس بيمثل نقطة محورية في العلاقات بين مصر وروسيا وبيفتح الباب لفرص جديدة لو قدروا يتجاوزوا التحديات